الترويئة التي جمعت وليد البخاري بسليمان فرنجية في منزل السفير السعودي في اليرزي هي الحدث اليوم في الشكل زيارة رئيس تيار المردة شكلت مفاجأة وخصوصا أن الأخير لا يتحرك إلا عند الضرورة القصوى اللافت أن زيارة فرنجية لليرزي أتت بعد معلومات كثيرة ترددت أن السفير البخاري سيزور بنشعي لكن العكس حصل وهو أمر ليس في مصلحة فرنجية قطعا فالبخاري يزور تقريبا معظم القوى السياسية فلماذا لم يزور مرشحا رئاسيا جديا إلى الرئاسة الأولى ثم أن فرنجية لم يدلي بأي تصريح صحفي بعد لقاء استفارة وهو مؤشر سلبي أيضا لفرنجية ولعل ما سربه مصدر ديبلوماسي سعودي بعد لقاء يؤكد المؤكد فهو قال للأم تيفي أن الحراك السعودي يهدف إلى حض القوى السياسية المعتدلة على الإسراء في التوافق لاختيار رئيس توافقي وصفة التوافق لا تنطبع طبعا على فرنجية الذي يعتبر مرشح فريق معين وهو على أي حال لا يخفي انتماءه إلى الخط وإلى فريق الممانعة ترويئة اليارزي تبيعها غداء في الصيف فالبخاري زار مقار تكتل الاعتدال الوطني وقد شكل الملف الرئاسي الطبق الرئيسي إلى طويلة المحادثات في اللقاء أعاد السفير السعودي تثبيت المبادئ والمرتكزات التي تحرك الموقف السعودي كما أعاد التذكير بالمواصفات المطلوبة للرئيس العديد لكن الأبرز هو ما نقل عن البخاري بأن عقوبات دولية ستفرض على المسؤولين عن عرقلة انتخاب رئيس في موعد لم يعد بعيدا وذلك في حال استمرارهم في عملية العرقلة رئاسيا أيضا تردد أن البطريارك الراعي سيزور فرنسا في مطلع الشهر المقبل وذلك للبحث في الملف الرئاسي الحراك الداخلي الناشط المتقاطع مع حث خارجي على إنجاز الاستحقاق يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات يحياني أن الملف الرئاسي خرج من ركوده وجموده وأن حسم هوية الرئيس المقبل بات قريبا فهل تنقش مع الرئيس بر هذه المرة ويتم انتخاب رئيس قبل الخامس عشر من حزيران؟ اشتركوا في القناة